في إطار الاستراتيجية العامة لزيادة الصادرات وخفض الواردات وتوفير مستلزمات الانتاج اللازمة للزراعة والصناعة خاصة الصناعات الدوائية والكيموية تلقى وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت تقريرا حول مشروع إقامة مجمع صناعي متكامل لاستخراج الأملاح والمعادن من المحلول المر بشركة النصر للملاحات التابعة للشركة القابدة للصناعات الكيموية واستعرض الوزير المشروع بمراحيله المختلفة وخطوة تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص والذي يهدف إلى الاستفادة من المحلول المر بإقامة مجمع صناعي لاستخراج الخامات عالية القيمة بطاقة انتاجية مستهدفة سنويا تشمل خامات العديد من الصناعات الكيموية والدوائية وغيرها وكذلك تطوير منطقة الملاحة في إطار خطة التنمية المستدامة التي تشهدها شبه جزيرة سيناء اشتركوا في القناة